بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سياة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومضرب فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبد الرسول أما بعد نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة المتن مختصر يسمى بمتن الأصول الثلاثة أولا قبل أن نبدأ في دراسة هذا المتن نسأل عن أمور خمسة السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد لنسأل نسأل لماذا ندرس التوحيد لا ندرس الفق مثلا أو الناحو أو العربية مثلا نعم نقول لأنه حق الله العبد أثقال لأنني أن ندرس التوحيد لترسل بحمد عبد الرسول لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد لا يدخل جنة إلا موحد تكثير الحسنات تكثير السيئات تكثير الطالب قد ي teenagers ساعد من هل عادتين نحن جميارا بأخذ المسلمين تشرف أن المسلمين a 만�icating under all 5 م这ان تقول نعم أنا موحد until this man عندما هو تابعا جميارا تابع المسلمين perchéه جميارا بو مرورة جميعا يقول لك طيب إما هو التوحيد ني با تيوا إلا الله يفون ولي بأي بيو سيوا جونة أداء إن تيوا إلا الله يفون تقول لك الكثير اعقل لك أدري سيوا إلا الله يفون إما سي نيكو عوصو بي لابد تتعلم التوحيد وتعمل به وتدعو إليه أولو فجأكي عنان يفون وكثيرت بمنا نيك با تواحيد وكذن نتعلم على التوحيد في عديد اللغة أو الحسن نعم وقد يسألك أيضاً هل أنت مشرك؟ على رأي قناة في عملك الناس وأنني اتركوا على الموضوع في عملك الناس أو سيبير تقول لا أنا لست مشرك؟ وإنني الآن يسألني لكي يسألني كما تشاهد على الموضوع في عملك الناس وفي عملك الناس فقد يقول لك طيب ما هو الشرك؟ ومعتنى إذا كان هو يوحيه السابق ، فقد سيكون مؤمنين لك ، و لكن أطلق ابن مكان على أداء المستعددة لأنك أتتحدث المستعددة لأنه يتحدث الموجود في المستعددة هل يجب أن يكون أولاد المستعددة في جهة المستعددة و أنه يجب أن تتعلم الأداء لكي تساعده فإنها أنا أتحدث مستعددة المستعددة أن يكون الشجي في الشرك كان التعلم يشهد لكي نواتي إذن يجب أن نتعلم التوحيد لن نعمل بها ونجح لديه و يجب أن نتعلم الشيخ لنحضر منه ونحذر منه ما يحبه لن أدوه الذي يكون مهامة في ذلك كانت مصرور من الذهاب كانت مصرور من يسينا وعطيه كانت تريد على الذهاب وكانني يملك مصرور من يسينا وأنه يكون المصرور من يملك كانت مصرور بين شخص نعم، السؤال الثاني، لماذا اخترنا دراسة هذا المتن؟ الكتب كثيرة مؤلف التوحيد. لماذا اخترنا دراسته المتب؟ نعم لكي نتعلم معناسات وشياء الوصول ويقول لكي نعم 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 كان لنا معلماء وعلماء الله يشير الطالب يبدأ أولا في التوحيد و يبدأ في التوحيد هناك في نفس الوقت السؤال يتجب أن يتجب معناتك ويصحنا معهم ويسمحنا بالنسبة للكم عليك فألا رفضنا بهذه الكثير من المس LowAP لحما يكون لحظنا في صفحة المعور الآن لكل شيء يidgeو والطhmen الغربية التي تجعلها لا الغربية هي السؤال المو شخص إذن ن happens هي الوصول الثلاثة بإختصار ما هي الوصول الثلاثة بإختصار نعم السؤال الرابع ما هي الثمرة ما الفائدة من دراستنا لهذا المتن نعم السؤال الرابع أننا إذا تعلمنا الفائدة أننا إذا تعلمنا الأسرة الثلاثة وعملنا بها ودعونا إليها وصبرنا على العلم والعمل والدعوة صلعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسرة القبر المترجم للترجم 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 للقناة السؤال الخامس والأخير ايه او وبرنا كام بغد póente على ماذا يحتوي هذا المتن المبارك؟ او فهرست هذا المتن? كان الاتصال نصال نفس خلال الوصول يحتوي على اقسام خامسة المشائل الثلاثة المشائل الثلاثة يعني نوع التوحيد الثلاثة المشائل 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 الثلاثة المشائ والعوبة إلى مصدقات القبرة الخامس خاتمة هذا الكتاب هذا هو مصدقات القبرة المصدقات هنا مصدقات مصدقات الله أبوك سؤالك